بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 46 لمجلس الوزراء الثلاثة الموافق 14-22 عام 2023 قرار الموافقة على قيام اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الصادر بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 12-21-2023 باستلام المواد الإغاثية الموجودة في مخازن جمعية الهلال الأحمر العراقي وإرسالها إلى أهالي قطاع غزة نظراً للأوضاع المأساوية نتيجة العدوان الصهيوني ودعماً للقضية الفلسطينية الموافقة على نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق والتحاد تركومان غاز الحكومي في مجال استيراد الغاز التركمانستاني الموقع في عشر حزيران 2023 استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات المرقم 35 لسنة 2015 قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23 235 بشأن مشروع إكمال تمويل مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC المتعاقد عليه من شركة مصاف الجنوب مع شركة يابانية بحسب الآتي الموافقة على تخفيض أجور الخزن المفروضة بمقدار 75% لمواد الحمولات والحاويات بالبقاء في الميناء من 7 إلى 10 أيام للمدد غير المتمتعة بالإعفاء الخاصة بمشروع التكسير بالعامل المساعد FCC حصراً ولغاية إكمال إخراج المواد من ملكية وزارة المالية الهيئة العامة للقمارق أيضاً تتولى الشركة العامة لموانئ العراق تحيئة ساحات خاصة للاستيرادات الحكومية خلال 90 يوم عمل كحرم قمرقي قرار الموافقة على ما يأتي إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23 255 بحسب الآتي الموافقة على تعديل أجور إلقاء المحاضرات للدورات المقامة في مراكز التدريب المهني والتطوير التابعة إلى وزارة التخطيط المركز الوطني للتطوير الإداري ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة العمل والتدريب المهني ومبادرة ريادة في مكتب رئيس مجلس الوزراء لتصبح 25 ألف دينار فقط للساعة الواحدة على أن يتم الاحتساب ساعتين على الأقل اليوم الواحد بغض النظر عن ساعات العمل الفعلي قرار إقرار توصيات فريق صياغة نظام إدارة مهمات وجلسات المجلس الأعلى للشباب المؤلف بالأمر الديواني 3310 الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 30-08-2023 مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بمذكرتها المؤرخة في 26-10-2023 قرار الموافقة على إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات التعديل الخامس لتعليمات صندوق التعليم العالي رقم 122 لسنة 1999 بحسب الآتي إضافة الفقر دال إلى المادة 13 من تعليمات صندوق التعليم العالي المرقم 122 لسنة 1999 ونصها قيام الصندوق بتزويد وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات الخاصة به بحسب ما جاء في رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتها المؤرخة في 21-2023 استنادا إلى أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 ويكون التقديم كل ستة أشهر قرار الموافقة على تولي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون تعديل قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 بحسب الآتي قيادة عجلة ذات زجاج مضلل أو تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التضليل والستائر ما لم يكن التضليل والستائر بموافقة رسمية وفقا لضوابط تصدرها وزارة الداخلية مقابل أجور معينة يجري تحديدها من وزير الداخلية وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور قرار الموافقة على ما يأتيه واحد تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط صلاحية التوقيع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية اثنيا اعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وفقا للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر